موسيقى اهلا بكم في مطلق باسمتي ببرنامجنا حلو بلا سكر انا نقدم لكم هذا البرنامج بالتعاون مع عسل لامنازي اليوم نعمل وصفة كتير سهلة هي سوربي بالرمان لنشوف اول شي المقادير بدنا عصير رمان تازة بدنا عسل زهرة اللافندر البرية من لامنازي حبات رمان عصير ليمون ونعنى حتى تاخدوا كل المقادير بالتفاصيل اضغطوا على هذا البرنامج مثل ما تشوفوه الوصفة كتير سهلة لا علي غير اخلط عصير الرمان مع عصير الليمون ونضيف ملقتين من عسل زهرة اللافندر انا اخترت هذا النوع لانه طعمة اللافندر مع الرمان ستطلع كتير لزيزة اضيف ملقتين ونضيفة ونضيف الدات ونضيفة ملقتين حتى يدوب العصال ونضيفة المزيج الآن نضيفة مزيد على الوعاء ونضيفة الوعاء سنضيفة ملقتين وندخله في الفريزر لمدة ساعة بعد ساعة بدي حرك المزيج شايفين جمد على الأطراف والحنا بدنا نحركه لحتى يجمد بشكل متساوي وهلا بعد ما خلطت لح ارجع غطي الوعاء ورجعه على الفريزر لمدة ساعة أخرى وهلا بعد ما مرقت ساعة تانية لحنرجع نخلط بالشوكة متل أول مرة هلا بعد ما خلطته مرة تانية لحنرجع غطي الوعاء وحنرجع ادخله على الفريزر لمدة ساعة أخرى وهلا صار الصوربي جاهز لحتى نسكبه بالأكواب لحنرجع حركه شوي بالشوكة هاد القوام اللي بدنا نوصل له وهلا صار الصوربي جاهز صار فيني اسكبه بالأكواب هاي وصفة كتير منعشة لرمضان ومتل ما شفتو كتير سهلة بس بده شوي تصبر لحتى تجمد واخر شي بدي زيين السطاح بحبات رمان وبدي ضيف ورق نعنق آخر شي لحتى نعطي لون حلو وهاي كانت وصفة الصوربي بالرمان ان شاء الله الصحة وعافية جربوها وشاركوا معنا الصور على صفحتنا الفيسبوك مع الهاشتاك باسمتي ولاقوني بكرة لحلقة جديدة من برنامج حلوبة لسكر ويت 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 تحفظت